دكتورة رانيا، الحلم العربي، يعني مثلاً أنا بدي أحكي برنامج بيت للكل. حلاً إحنا أربع دول ومنتمنى تنضم إلنا دول تانية لأنه إحنا عم نعطي نموذج إنه كيف لما نكون على قلب واحد وهدف واحد فكم بصير فيه قوة لهذا البرنامج. ننتقل من تجربة بيت للكل للدول العربية. ليه ما يكون في عنا مثلاً ما هو المانع أن يكون عملة موحدة بين على سبيل المثال الأربع دول العربية في بيت للكل، أردن، فلسطين، مصر، والعراق. لا يوجد أي مانع يا دكتورة. أنا أحكي في حلم. هو حلم وحلم جميل وحيتحقق لأن بلغة الاقتصاد زي لغة العلاقات الدولية بالضبط ما تفرقش حاجة. إحنا عندنا مستهدف بنحطه بس مع المستهدف ده في إطار زمن فأنا ببقى عارف وأنا حطت المستهدف بتاعي الإطار الزمني هاوصل في خلال قدية قد يخزلني الإطار الزمني. ولكن هنحققوا. هنحققوا إزاي؟ أنا مشكلتي في حاجة أنه أنا عملتي كعراق، كمصر، كالأردن، كأي دولة عربية مربوطة بعملة أخرى. فأنا هحسبها إزاي؟ هقيمها إزاي؟ ده حتى أفضل منتجاتي كغاز مصري، كقناة السويس عندنا في مصر معبر الملايحة، كنفط بالدولار. فهي دي المعضلة اللي محتاجة استغراق وقت زمني أطول. يعني أنا شايفة في ثقة كتير في تحقيق هذا الحلم عندك. الحل أو المفتاح إنه ما نربوط عملتنا العربية في أي دولة عربية في الدولار؟ أكيد ده حل وأكيد ده اللي بيحصل دلوقتي مع التبادل الروسي. يعني السياحة الروس لما هيجي مصرح هيدفعه إزاي؟ هيدفعه بالرابل. إذن هتزيد السياحة الروسية بعد ما تخلص الأزمة أو بعد ما تبتدي تقل تداعياتها وانعكستها. طيب لما هو هيدفع بالرابل هيجي أكتر. لأنه مش هيحتاج يوفر عملة بلد. قيت له أنت هتدفع مدينياتك مثلاً بالدولار. وهو عنده أزمة في توفير العملة دي في ظل الأزمة اللي هو فيها. وبالتالي أنا لما هجي أشتري حاجة من روسيا هدفع بالجنيه. فالتبادل السلعي ده هتزوت هنا زي ما بنقول سلة العملات اللي في المركزي بتاع كل دولة البنوك المركزية اللي في كل دولة وبالتالي هتقلل من قيمة الدولار وقتياً. وهيطلع كمان العملات الرقمية برضو هتساهم عملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية للدول. هتقلل كمان استخدام الدولار. المشكلة الأساسية واضح كما قلت دكتورا إنه التحرر من التبعية للدولار. هذا اللي بحرر اقتصاداتنا المحلي. طيب. وسط هذا الهامش من التفاول. حكيتي قبل قليل عن تضخم وحكيتي عن أزمات وأنه في أزمات قادمة. طيب وسط كل هذا التشاؤم. هل مؤشرات تدل على ما يدعونا للتفاول؟ بالفعل في مؤشرات كثيرة تدونة إلى التفاول إنه إحنا بدأنا يعني لما نتكلم مثلا عن العراق. بتحاول إن هي تقعد إيران مع السعودية. إن إحنا يبقى فيه اتفاقات ما بينهم. العراق بتتعاون مع الكويت. فإحنا بنتكلم إنه أيوة فيه مؤشرات إيجابية جدا للغاية. إيران إن إحنا إحنا دول لو اجتمعنا مع بعض قوتنا أكبر بكتير جدا من الاتحاد الأوروبي. وإحنا يعني مش بنقول ده لإحنا شايفين نفسنا لا إحنا الموارد اللي عندنا تقدر تخلي الدول الأوروبية في الأزمة اللي عندهم بيطلبوا مني غاز. إنت يا مصر حتوردي الغاز إزاي؟ يا دول الخليجي التعاون الخليجي. إنت حتوفر لي النفط إزاي؟ فهم محتاجيننا. فإحنا بس كل اللي محتاجينه إن إحنا يعني نعمل تكتل ونعمل عملة زي ما يعني بنأمل فيها كلنا. ولكن حنستنى وقت حنستنى وقت قد إيه؟ المفروض دي بقى أقل شوية. أنا مع حضرتك إنه مع حضرتك إنه فعلاً فترة زمنية أخذنا وقت كبير جداً. قد يكون إنه اتفق العرب أن لا يتفقوا ولكن قرروا فجأة إن هما يتفقوا بس هيخدوا وقت زمني أطول. ليه؟ لأن فيها يمنى دولاري. في التنفيذ. في التنفيذ. تمام. كمصر أنا أقدر أقدم إيه؟ أنا بقدم حاجات كتيرة جداً. أولاً مصر بتقع على منطقة حدودية. عندي موانئ يعني بدأنا نفتتاحها. عندي محافظات كتيرة. كل محافظة بتشتهر بإنتاج معين. حركة التنمية اللي موجودة موجودة على جميع القطاعات وجميع المحافظات والأقاليم. فمصر تقدر تدي كتير جداً. طب إيه مشكلتها في اجتزاب الاستثمار سواء كان مباشر أو غير مباشر. مشكلة أي دولة عربية. إنه إحنا محتاجين نقلل شوية الإجراءات. نقلل شوية الموافقات. نسهل ده. نحط مستهدفاتنا نسعى إليها إحنا. أنا أسعى للمستثمر وده اللي بيحصل مع اتفاقات يابنية واتفاقات هندية. فإزاي أنا اللي أروح أطلب من المستثمر تعالى. افتح مصنع في المنطقة الفلانية. المصنع ده أنا محتاجه أحط عليه صنع في مصر. أحط عليه ممكن أحط عليه صنع في مصر والأردن. أخذ من كل دولة أنا عارف أصنع إيه في المنطقة الحرة. وابتدي إن أنا أعيد تصدرها تاني. يبقى أنا مش ناقصني أي حاجة خالص. أنا مش محتاج فلوس. هما هيجوا. هيدخلوا يعني الاستثمار الأجنبي ده بتاعهم المباشر. حيبنوا. أنا هشاركهم بس. أنا هشاركهم بأرضي. أنا هشاركهم بعدد سنين معينة. أنا هشاركهم بجزء من الإدارة. بالعمالة اللي عندنا. بالقراراتي. العمالة اللي عندنا أرخص عمالة موجودة. فإحنا لما بنصدر العمالة بتاعتنا. لما نيجي نمسك مثلا نشوف إحنا دخلينا من الدولار إيه. هنلاقي تاني رقم هو العاملين بالخارج. فأنا محتاج إن أنا بس أقلل الإجراءات زي الرخصة الدهبية وخلافه. إزاي أوصل المستثمر إن هو يجي بيكون مرتاح ومش قلقان لو حصل أي مفاوضات. هيلجأ لتحكيم دولي عادل باتفاقات أنا متفق وأي المين اللي هيحكم وهو كمان متفق. وفي عقد ما بيننا. هيقدي المدة الزمنية بتاعته. ولو كانت عشرين خمسة وعشرين سنة أو مدة قصيرة لو إنتج قصير الأجل. حيبقى عندي صناعة وبالتالي لما يبقى عندي صناعة باشتراك عربي أجنبي. حقدر إن أنا أصدر وحقدر إن أنا أقلل من استخدام الدولار. وده هيسهل إن إحنا بقى يبقى عندنا عملة عربية. أنا عملة العرب كلها أو أغلب العرب دلوقتي هي بتتحرك قصاد الدولار. الدولار بيقوى هيمنة الدولار بتقوى بيقلل مثلا أسعار عملات الدول كلها. والدهب كمان يعني الدهب ماشي بعلاقة عكسية مع الدولار. فإحنا بنتكلم هيمنتو أنت أقللها بالصناعة. مش بأي حاجة تاني. بالتبادل السلعي اللي مش بربوط بالدولار. أنا بودي للروسيا بودي للصين باليوان. بودي للأردن بالدينار. صدق دكتورة محتاج قوانين مرينة بصراحة. حضرتك يعني إحنا بنقولنا الإجراءات قوانين مرينة ما خفش. مفيش أيدي مرتعش. أنا هخرج من مكاني بعد ما مضيت وافقت عشان أسهل إجراءاتي. وبصة ألاقي إن أنا منتظرني مصير بعد تاريخ حافل من الإنجازات كموظف كبير في الدولة. إزاي إن أنا أمن الموظف. إزاي إن أنا أمن المستثمر. إزاي إن أنا أخد وقت أقل وفترة زمنية. أقل ودي له قوة قوة تاتخاذ قرار. لا يجب أن أمسك الليحة التنفيذية للقانون ودور فيها. الليحة والقانون يتغيرون في مجلس النواب. لكن أنا أحتاج أخذ القراءة. دكتورة رانيا نحن نحكي في النهاية بدها إرادة عربية. إرادة وقرار حتى إنه نتجاوز كل التحديات في المجال الاقتصادي. بس أنا بدي أتوقف النقطة اسمحي لي. لطالما كان الأمن السياسي مرتبط بالأمن الاقتصادي لأي دولة في العالم. وهي جدالية العلاقة إنه من يسبق من الأمن الاقتصادي ولا الأمن السياسي. ورغم ذلك منشوف إنه خلينا أحكي المواطن العربي بشكل عام وثقف سياسيا. لكن التقافي الاقتصادية لسه خجولة عند المجتمعات العربية. أنا بحكي الشارع العربي. فيه مصطلحات إحنا ما بنعرفها اقتصاديا. نسمع مصطلحات اقتصادي ما بنعرفها. فخلينا نحكي في هاي القضية كم التقافي الاقتصادي كتير مهمة. أنا عايز أقول له حضرتك على حاجة. يعني مثلا بلغة سوق المال كان بيقولك لما تلاقي ناس كتير فهمة بورصة وأسواق مال. أعرف إن البورصة هدوء. فالمشكلة إنه الرجل اللي بيبيع على عربية في الشارع بقى بيكلم اقتصاد. بيكلم اقتصاد غلط. فهو هنا فيه نشر الثقافة الاقتصادية والوعي المالي ولكن بطريقة غير صحيحة. تمام؟ إحنا عملنا إيه؟ تمام؟ في الدول العربية ده مهمة قوي إن إحنا نقول ده. إن إحنا عملنا برامج اقتصادية بشكل مختلف تماما. بتوصل بلغة الشعب. بشيل المستلحات دي أو بعرفها بطريقة سهلة. وبطريقة بتوصل للمواطن العادي بسهولة. فيبتدي يعرف إنه لا اللي تقال ده ما كانش صح. مش معنى إني أطرح في البورسة إني ببيع حكتي. مش معنى إني لما مستثمر يجي يدخل يشاركني. معنى كده إن أنا يعني ما عندي ثقة سياسية. لا فإحنا بتدينا نقوله لازم تفهم معنى الكلام إيه؟ ولازم تفهم المغزى منه إيه؟ لما تقولي إن الإحتياطي النقدي مثلا بيزيد. تمام؟ طيب. أو بيقل. إنت منتاش فاهم الكانسب طبس. كان سعر عملتك كام وقت ما كان كذا. وسعره عملتك كام دلوقتي. بفاهمه بلغة الشارع. وبقى فيه اقتصاد الشارع. عشان يبقى أسهل بكتير جدا للمواطن ويقدر يتعامل معاه. هو عارف إحتياطي البنك المركزي. يعني مصر عندها كم من الدولارات اللي تقدر تقعدها كم شهر. فبقى المواطن عارف. وعارف بطريقة صح. يعني خلينا نقول الراديو بيشتغل على كده. التلفزيون بيشتغل على كده. السوشيال ميديا للحكومات بتشتغل على كده. بالوقتي كل حكومة ليها. مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتها أكتر من موقع. مش موقع واحدة. بتستهدف فئات مين اللي قاعد على موقع التواصل ده. الشباب من سن كذا لكذا. فانا بستهدفه بطريقته وبسنه. مين اللي قاعد على مواقع التواصل فلانية كذا. وهنا لينا في روسيا قصة ممكن ناخدها منها. لما اجي مواقع التواصل معينة قالت هتقفل في روسيا. قاله كيف. حالا هشغل المواقع التواصل الخاصة بي. اللي هقدر أصدر لشعبي. أنا عايز أقول إيه. الحقيقة فين. بالإمكان استغلال مثلا هذه المواقع. وهذه التقنية الحديثة لما نعطنيها. التكنولوجيا. لرفع منسوب الوعي الاقتصادي. لأنه بتعرفي لغة الاقتصاد لغة جافة. ما هياش لغة مشاعرية. فبالتالي أنا محتاج أحقنها للمواطن. وكأني بطريقة أو بأخرى. عجبتني جدا الجملة بتاعت ما هياش لغة مشاعرية. صحيح. صحيح. بس دلوقتي يبقوا من الاقتصاديين شبهنا. وشبه الناس. يبتدوا أن هما يوصلوا المعلومة. يعني حضرتك وأنت بتسأل السؤال. أكيد المواطن اللي قاعد بيتفرج على حضرتك. فهم حضرتك بتقول إيه. وفهم أنت عايز توصله إيه. الشعب كله دلوقتي في الدول العربية كلها. بقى فاهم اقتصاد. في منهم فاهم بطريقة صح. لأن هو بيحب بلده. وعايز البلد تتخطى العراقيل اللي بتقابلها. سواء كانت عراقيل بتجيلها عن طريق صدمات محلية أو خارجية. أو عراقيل عن سوق إدارة في الملف ده. وبطلع أقول أنا عندي مشكلة. هنا كان فيه مشكلة في الإدارة. هنا كان فيه أزمة داخلية. هنا كان فيه أزمة خارجية. لما بتكلم للناس بلغة حاسين بيها وشعرين بيها. بتوصل لهم فبيصدقني. زي بالضبط الجراح لما بيدخل بيقول للمريض. أنت عندك كذا وحتتعالك. هي المهم أنه يصدقك ويطمئن. طيب خلينا ننقل ده. يعني زي ما لنا كابت تسأل عن الشارع العربي. وأنه خجول أمام المعلومات الاقتصادية. لكن أنا عايز أقول أن الأسر العربية كلها. بقت مضطرة أن هي تشتغل باقتصاد موازي داخل أسرتها. يعني بمعنى إيه أنه بقيت أنا كأسرة عربية. لازم أبقى خبيرة مع أسرتها. حاكل بكام. هعلم أولادي بكام. هتفسح بكام. وهيش بكام. في ظل أزمة عالمية عشان أعدي لبر الأمين. ما بقاش. هل هنا بقى مطلوب يعني كخبيرة اقتصاد. تغيير نمط حياتي. أتابع اللي بيحصل اقتصاديا. علشان ما روحش بره للحكاية. أتصرف إزاي؟ أأثر على الاقتصاد. إزاي؟ لما بنقول أنه أنا كمواطن أقدر أأثر على الاقتصاد. أقدر أأثر على الاقتصاد. طيب أنا عارف أنه الموسم ده موسم لحوم. طيب أعمل إيه؟ أقل من استهلاكي للحوم. أكل. مش مكلش. بس أكل بالنسبة أقل. بره بيعملوا إيه؟ قطعة قطعتين. في المطاعم الكبيرة بيعملوا إيه؟ بيقولك القطعة دي كان جرام. بدأ المواطن المصري بالفعل. حتى ولو كان مش عنده ثقافة. ومش عنده درجات العلم القصوى. بدأ أنه يفهم ثقافة الجرام. مش الكيلو. هنا بقدر أثر على العالم كله. مش بس على التجار أو ارتفاع الأسعار. الخاصة بالمواسم أو الجاشة. أنا أغير ثقافتي وأتعامل مثلا في المواد الغذائية بالزاد فيه. مواد اللحوم وكده بالجرام. فحتخليني أنا أحس أن ما عنديش المشكلة الكبيرة. كيلو كان فيه وفرة أكتر. فالجرام هيكفيني برضو. هو غصبا عنه يا فنم. يعني يا أستاذة شفكي عايزيني أقول لحضرتك حاجة. هو قيمة الدخل بتاعه قلت. فهو تعامل بدا غصبا عنه. وده حاجة كويسة. خديته للطريق. اللي يقدر فيه يسيطر على سلوك الاستهلاكي. وبالتالي هيقدر يبقى سلوكه منضبط فيما بعد. كل الدول اللي حققت معدلات نموه عالية قدرت إن هي تدبط سلوكها الاستهلاكي. قد يكون المواطن يعني غصبا عنه هو مش قادر يدبطه. يعني إحنا بنتكلم فيه ارتفاع مثلا في أجور الموظفين. تمام؟ عشان خاطر التدخم عشان خاطر سعر العملة والكلام ده كله. مهما كان الارتفاع ده لكن هو دخله أقل مما كان عليه وقت كورونا ووقت ما بعد كورونا وخلافه. فهو بقى سلوكه منضبط غصبا عنه. فده هو اللي هيقدر بعد كده مع انضباط بقى أسعار السلع الغذائية وأسعار النفط والكلام ده كله. حيؤدي انه هو يبقى عارف هو بيأثر ازاي على المجتمع بثقافة ووعي. لأنه هو جرب والتجربة أفضل بكتر جدا. تمام شافكي طرحة سؤال يمكن يجب على الخبراء الاقتصاد الالتفاة إلوه. قالتلك احنا على مستوى أسر يجب أن نكون جزء من حل الأزمي. مش نركن بس على حكومة الخبراء واجهات الاقتصاص. هذا دورهم ومسؤوليتهم لكن احنا كمان يجب أن نكون جزء من الحل. ونحن نحكي أنه زمان كان كل عشر سنوات يمكن في أزمي. حسب حديثك أزمات كل سنتين كل ثلاث سنوات في أزمي. كيف بالإمكان أن نتجنب هذه الأزمات المتلاحقة ودورنا كأسر؟ في الحد من قصة ارتدادات أي أزمات اقتصادية علينا كمجتمعات؟ تمام. هو أن أنا أخذ حذري أو أتحوط بلغة الدول أو بلغة المؤسسات الكبيرة وأخذ حذري بلغة المواطن والأسرة. ده مهم ولكن مهما حدث ومهما تحوط ومهما تحوطت المؤسسات العالمية هتحدث الأزمة وحتحدث تبعيات. التعايش مع الأزمة والتعايش مع تبعيتها. إما بارتفاع هذا أو ذاك من السلع إزاي إن أنا أبتدي عندي مرونة زي ما بقول إن الدول محتاجة تبقى مرونة. عندي مرونة إني أوزع دخلي كما يعني يتيح لي العيش الكبيرة. كأسرة؟ كأسرة. تمام. كدول إحنا بنتكلم إن هي بتاخد احتياطاتها وحذرها. خلينا نتكلم عن في أسرة بتقدر إنها تتدخر. فالإدخار هنا ده بيبقى شيء كويس جداً بينفعني في وقت الأزمة. أنا دخلي يقلف وبقدر بيخد من الإدخار علشان في أسرة تانية بتقدر تستثمر. وعرفة تستثمر فين. وإحنا شوفنا هنا الدهب لما كانت أسعاره بترتفع جداً. حتى عن الأسعار العالمية. ليه؟ لأن الدول العربية والمواطن العربي بيتدخر فين؟ بيتدخر في الدهب. تشتري السبائك وخلافه والجنيهات والكلام ده كل. لأنه عارف إنه ده يعني اللي كان دارج من أيام جددنا. إنه في الآخر الدهب لما هيجي بياه هو مخزن للقيمة. أنت عملتك قلت لكن الدهب ما قلش. وتقدر أن أنت تجيب به الأصل اللي أنت كنت عايز. يعني هو دكتورة رانيا. أنا اللي بدنا نجمل هذا الحكي بأنه دكاء في إدارة الموارد. سواء كانت داخل من مستوى الأسرة إلى مستوى الدولة ومؤسسات الدولة. نحن نشكر حضورك معنا في برنامج بيت للكل. لدكتورة رانيا الجندي الخبير الاقتصادية. أهلا وسهلا بك. شكرا بخبرتكم. شكرا. 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 شكرا.